بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على Simple Linear Regression Analysis أو تحليل انحضار الخط البسيط عاوزين نجيب معادلة اسمها معادلة الانحضار أو The Regression Equation Y equal A plus BX ما دي معادلة الخط المستقيم ل Street Line Equation بالضبط أنا كل مشكلتي في هذه المعادلة إن أنا أطلع A و B اللي هما البرامترز هجيب ال B الأول وهقول لكم لي Submission X minus X bar Y minus Y bar divided Submission X minus X bar square مصبع عشان أجيب ال A Y bar minus BX bar يبعرفنا بقى جبنا ال B الأول عشان بتستخدم في إيجاد ال A طالما أنا جبت ال A وال B خلاص المعادلة موجودة بنزل ال Y زي ما هي وبحط ال A الرقم اللي أنا جبته وال B الرقم اللي أنا جبته وال X تنزل زي ما هي وإحنا عارفين طبعاً إن ال Y bar يعني إيه نجيبها إزاي Submission Y over N ال X bar نجيبها إزاي Submission X over N حفظنا بقى وير حيثو ال Y دي ال Dependent Variable اللي هم تغير التابع وال X ال Independent Variable يعني متغير المستقل ليه اسمها تغير تابع ومستقل لأن دي متغير تابع لأن ال Y بتتغير تبعاً لتغير ال X كل ما غير ال X ال Y تتغير تبعاً لذلك ال N العدد القيم اللي أنا حدهي لك Number of Observations A و B ال B بس اسمها Slope of the Regression Line ميل خط الإنحضار المهدى اللي إحنا جبناها دي حد سهل أو ييجي يقولك طب ما تشيل بقى ال X وتحط أي رقم فتجيب ال Y لا يا عالم قالك ده لازم أختبر هذه المعادلة الأول عشان أقدر أعمل كده عشان أقدر أشيل ال X وأحط رقم ولا لا فلازم نعمل Test of the Significance of the Regression Equation اللي هو F-Test فيه Steps بتقول إيه Sum Square of Regression S-S-R خدنا ال S من Sum و S من Squared و R من Regression Equal B Square Summation X minus X bar Square equal total minus Regression ما إحنا جايبين التوتل في الثاني ستاب و جايبين ال Regression في الثاني ستاب هنطرح D minus D هنجيب ال R نعمل جدول هنعمل جدول اسمه الانوفا تيبل جدول من خمس خنات Source of Ration مصدر التغير Sum of Squares S-S اللي هو مجموعة المربعات Degrees of Freedom DF درجات الحرية Mean Sum of Square متوسط مجموعة المربعات M-S-S Calculated F يعني F المحسوبة اسمها F-C Source of Variation جاي من Regression ولا جاي من Error ولا جاي من Total من الحضار ولا البوائي اللي هو الخطأ ولا من الإجمالي Sum of Square S-S-R احنا جايبينها في الفيرست ستاب والS-S-E جايبينها في الثيرد ستاب والS-S-T جايبينها من الثيرد ستاب يعني الخانة التانية دي احنا جايبينها قبل ما نخش جوا الجدول Number 3 Degrees of Freedom DF 1 وN-2 ال1 ده كونسنت طالما بنتكلم في السمبل Linear Regression والN-2 ال-2 دي برضو كونسنت ما للN ايه الN بتتغير على حسب الValues اللي انا حدها لك في المسألة Number 4 Min sum of Square يعني متوسط المربعات طبعا انا عندي مجموع المربعات وعندي العدد اللي هو Degrees of Freedom طبعا انا لو قسمتهم اجيب Min sum of Square منطقي جدا يعني حقسم الخانة 2 على الخانة 3 تدينا الخانة 4 ده بالنسبة للRegression ونفس الكلام بالنسبة للError الخانة 2 على الخانة 3 تدينا الخانة 4 لو قسمت اللي فوع اللي تحت اللي هو Min sum of Square of Regression على Min sum of Square of Error يدينا الCalculated F أو F في C طب حلو يبقى جبنا فيه المحسوبة اخد بالك عندنا جداول هنجيب منها Ft ال Ft دي احنا بنجيبها بايه بالDegrees of Freedom وحنشوف ازاي ودي بتبقى بس انا هتديلك كزا قيمة وانت تختار التي تناسب المسألة تعالوا عشان ناخد ال Decision تعالوا نقارم بين الخطوة فور والخطوة يعني حنقارب بين ال Fc وال Ft لو ال Fc اكبر من ال Ft يبقى يعني ايه يعني معنوية يعني صحيحة يعني سليمة يعني يعني اقدر استخدمها في التنبؤ في هزي الحالة اقدر اشيل ال X وحط اي رقم انا عاوز في المعادلة لو وال Fc less than Ft يعني غير معنوية يعني غير سليمة يعني غير صحيحة يبقى can't be used for prediction يعني ما اقدرش يستخدمها في التنبؤ لو انا طلبت ال Coffition of Determination R Square من الانوفا تيبل على فكرة الانوفا ده يعني ايه اختصار كلمة Analysis of Variance خدنا ال An من Analysis وال O من Off وال VA من Variance بقى اسمه اسمه جدوى الانوفا جدوى المشهور اول ال R square equal SSR على ال SST تعال خلينا ناخد الاولانية كفاية يعني احنا ناخد دي كفاية اول SSR احنا جايبينها اصلا اللي هو sum square of regression على ال SST احنا برضو جايبينها اللي هو sum square of total طيب اه لازم بقى نفسر الرقم اللي هيطلع معناه ايه ما هيطلع اقدر اعمله percent هناخد هناخد النسبة اللي هتطلع دي ونقول of the total variation in the dependent variable y explained by the variation in the independent variable y يعني عاوز اقول ايه ان كذا في المية من التغير في y راجع للتغير في x وبعدين and الباقي بقى except plan by the otherwise مش انت مثلا لو طلعت النسبة 90% يبقى 90% من التغير في y جاي من x وال10% جاي من عوامل اخرى احنا مش بنبحثها اصلا ده لستطرين دون لازم يكتبوا بعد r square على طول وطبعا لو عاوز الر طب هو عندي r square عاوز اجيب الcoefficient of correlation طب انا اجيب الرود بتاع r square سهل او اخر حاجة الstandard error of estimate او الخطأ المعياري للتقدير برضو هجيبه من الانوفا تيبل اسمه s y x تعالوا نستخدم الفورملا دي اللي هو s y x equal رود m s s e يعني مين sum square of error ده رجعت كده للانوفا هتاخد السم المين sum of square وتنزل لغاية ما تلاقي error تاخد الرقم دوت وتعمل روت ناخد مسألة ال x 0 1 2 3 4 y 3 5 10 12 15 انا انا حاوزك تفترض مثلا انتو عارفين يعني ايه الرجريشن ده احنا عاوزين نعمل ايه حاوزك تفترض ان ان انا مثلا عندي ان ال x ده مصروف الدعاية والاعلان وان y هي المبيعات والله انا لو ما صرفتش على المصروف الدعاية والاعلان حاجة خالص ابيع ابيع ب3 مليون لو انا صرفت 1000 ابيع ب5 مليون لو صرفت 2000 ابيع ب10 مليون ما هي وي ده المبيعات اللي هي السلس طب افرد ان انا عاوز اصرف 10 10 1000 على الدعاية والاعلان ابيع بكام عاوز اصرف 20 ابيع بكام هو ده الفكرة بتاعت ال يبقى اول حاجة انا عاوز وبعدين عاوز اختبر المعادلة ومديلك بص كام يعني مديك كذا قيمة جدولية انت هتختار التي تناسب المسألة ثم طالب استميط يعني مديلك برقم وعاوز بخمسة وعاوز الواي هتطلع بكام ثم عاوز الار سكوير والار والاس واي اكس يعني عاوز الديترمينيشن والكوروليشن والسطاندر ايرور افستميت يلا هنحط الاكس والواي بالطول دول جبن طبعا 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 تيجي نجيب اكس بار واي بار اول حاجة كده مبدئيا طيب ماهو الاكس لما نيجي نجمحها تبقى ten divided five equal to الواي لما نجمحها تبقى forty five divided five يبقى equal nine هنجيب البي الاول احنا اتفقنا بقى عشان البي بتستخدم في ايجاد الايه سميشن اكس مينس اكس بار واي مينس واي بار دفايد سميشن اكس مينس اكس بار سكوير تعالوا نحقق واحدة واحدة اول حاجة الاكس عندنا والاكس بار انا جايبها بتو تعالوا نعمل خانة اسمها اكس مينس اكس بار يعني اكس مينس تو لان انا لسه جايب الاكس بار بتو zero minus two negative two one minus two negative one two minus two zero three minus two one four minus two two مجموع هذه الخانة zero لازم عندي خاصية بتقول لي سم اكس مينس اكس بار must be equal zero تعالوا نجيب ال y minus y bar هنترح كل y minus y bar اللي احنا لسه جايبينها ب nine لو جمعنا هذه الخانة لازم تطلع zero لان احنا عندنا خاصية بتقول y minus y bar must be equal zero اي مجموعة قيم في الدنيا جبت المين بتاعها وطرحت كل قيمة مينس المين وجمعت لو مطلعش zero يبقى انت اخترت المين غلط طب تعالوا نكمل احنا جبنا ال y y bar اللي وحدها محتاجين نضربهم في بعض بقى يبقى هنعمل خانة اسمها y minus y bar negative two negative 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 four four zero time one zero one time three three two time six 12 مجموعة هذه الخانة 31 تعالوا نحطهم في ننزل لحقق ال x bar square تعالوا نعمل خانة اسمها x bar square لو نعمل x minus x bar يبقى negative two تبقى four negative one تبقى one zero square يبقى zero one square one two square يبقى four مجموعة هذه الخانة ten تعالوا نحطهم تحت يبقى y bar y احنا جايبينها تحت الجدوى البناين minus b لسه جايبها three point one طيب x bar احنا جايبينها two نقدر نعوض نجيبها two point eight دلوقتي بس ادركت بالمعادلة بتاعة y hat equal two point eight plus three point one x يبقى انا شلت ال a وحطت two point eight اللي انا جبتها شلت ال b وحطت three point one ونزلت ال x زي ما هي تقول لي ليه انت حطت على y hat عشان دي مهى estimated y عشان دي المعادلة اللي انا من خلالها هقدر تنبأ بيها هقدر تنبأ بي بمعلومية ال x ادي لك x تدين y اغير ال x تتغير ال y تبعا لذلك عشان كده اسمع متغير تابع او تعالوا قبل بس منسيب الجدول ده هنجيب خانة كمان اخيرة اسمها y minus y bar square تقول لي دي عشان هنستخدمها في test في ال f test طب يلا negative 6 يبقى 36 negative 4 تبقى 16 1 square 1 3 square 9 6 square 36 لما نجمع هذه الخانة هيطلع 98 طيب هذه المعادلة الغاية دلوقتي هتيجي تقول لي بقى اعمل استبيط y لما x ب 5 هقول لك لا ما اقدرش لان المعادلة دي انا مش عارف هي سليمة ولا لا هل التغير الاكبر في y جاي من x ولا جاي من عوامل اخرى انا مش ببحثها اصلا زي مثلا ادي لك مثال كده اعملي زي مثلا التغير في الصادرات لو هنأعتبر الصادرات وان x دي مثلا الانتاج هل الانتاج هو اللي بيأثر على الصادرات بس لا طبعا في الاستهلاك بيأثر على الصادرات ولا لا في عدد السكان في سعر الصر في الناتج في الناتج القاوم في حاجات كتير جدا بتأثر يبقى انا ببحث بس الانتاج ولكن هناك عوامل اخرى بتأثر في الصادرات هسميها الاي او 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 العالم اللي عمل اف تست ده عاوز يشوف التغير في الواي جاي بالنسبة الاكبر من الانتاج اللي انا ببحثه ولا من العوامل الاخرى اللي انا مش ببحثها لو جاي بالنسبة الاكبر من اللي انا ببحثه يبقى دي معادلة دي سجنيفكان او معادلة سليمة اقدر اعتمد عليها واقدر اتنبأ من خلالها جاي من عوامل اخرى بنسبة الاكبر لا يبقى مش هقدر اعتمد على هذه المعادلة يلا نشوف الاف تست نمبر وان اختصار ايه بقى نحفظ مع بعض كل حاجة عندنا مش اللي بي احنا جايبينها ب 3.1 اعمل لها واضرب في 10 ايه هي 10 اللي احنا جايبينها في الجدول تطلع اختصار sum square sum y y bar square ما هي دي اللي انا قلتلك هاتها في الجدول الخانة الاخيرة قبل منسيب الجدول تطلع 98 انا كنت جايبها عشان عارف هنستخدمها هنا sse اللي هو sum square of error عاوز نطرح الس st اللي في الخطوة التانية ناقص الس sr اللي في الخطوة الاول يعني 98 minus 96 point 1 يطلع 1 point 9 الخطوة الرابعة anova t اللي احنا قلنا الانوفا اختصار ايه اختصار analysis of variance خدنا الان من analysis خدنا o من off خدنا ال b a من variance يعني analysis of variance يعني تحليل التباين source of variance regression r error e total t عاوزين نجيب ال ss ما احنا عندنا كل حاجة الخانة التانية دي موجودة اصلا احنا جايبينها في stree steps قبل ما نخش جوا الجدول ssr اهيه جايبينها في الخطوة الاولى 96.1 ssr جايبينها في الخطوة التالتة 1.9 ssr جايبينها في الخطوة التانية اللي هي 98 حلوة df اختصار degrees of freedom او درجات الحرية one دا constant مش هيتغير طب تحتها n-2 ال n بتتغير لكن n-2 ما بتتغير ال n-5 اللي هي عدد القيم اللي انا مدها لك سواء لx او y ما لازم اديك عدد قيم x ادي عدد قيم y طبعا five minus two equal three msr تعال نقسم ss على df ماهو منطقي اننا لما اسم المجموع على العدد يدينا المتوسط يبقى 96.1 divided one هتطلع 96.1 على فكرة لازم يطلع نفس الرقم وهو دايما نحا اسم على one طيب one point nine divided three تطلع 0.633 اخد بالك من الرقم ده لما نقسم اللي فوق هاللي تحت 96.1 divided 0.633 تطلع 151.8 هي ديد fc اللي هي فيه المحسوبة او f calculated number five تعالوا نجيب الف مش احنا جيبنا الف c اللي هي المحسوبة طب ما الف تي بق اللي هي من الجداول اللي هي one with three تقول لي شو معنى خد one with three ما هي شو في ال ديجري of freedom اي كام one with three يبقى انا باخد ال F تي على حسب بتاعة المسألة لو انت بصيت في البيانات المعطاة في سياق المسألة كانت ten point one one three ودي طبعا بتبقى تعالوا نعمل مقارنة بين F c وال ft من الجدول بتاع الانوفا one five one point eight وال ft احنا عمد ديها لك given ten point one واضح ان F c اكبر من F t يبقى نقدر نقول ان regression equation is يعني اقدر استخدمها في التنبؤ المعادلة اكتازت الاختبار واصبحت سليمة واصبحت معنوية اصبحت جوهرية وممكن استخدمها في التنبؤ تعال بقى انا تنبؤ طب هو سهل او التنبؤ مش احنا كنا جيبنا المعادلة في الاول two point eight plus three point one x طب تشيل ال x وتحط five دي من انا هدهالك اي رقم اي رقم انا عاوزه هتطلع 18 point three بطلوب الرابع الر square هي a coefficient of determination s s r على s s t طبعا s s r احنا جايبينها اصلا في الانوفا ninety six point one وال s s t يطلع ninety eight لما نقسامهم يطلع o point ninety eight تعال نفسر اي بقى الرقم اللي طلع ده ninety eight percent of the total variation in y explained by the variation in x and two percent by the otherwise يعني ايه الكلام ده يعني 98 في المية من التغير في y جاي من x و2 في المية جاي من عوامل اخرى انا مش ببحث ها يعني زي ما كنا بنقول المثال بتاعنا على الانتاج والصادرات يعني الانتاج بيأثر في الصادرات ب98 في المية و2 في المية العوامل الاخرى اللي انا مش ببحثها ولا انا حاطتها في الرزادي ولا هي ايه اللي استهلاك وعدد السكان وسعر الصرف وهو 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 ما هو فعلا انت لو تشوف او لو تقدر الموضوع بتاع الامح طبوع الامح في مصر احنا بننتج امح كتير جدا تقول لي احنا بنصدر كتير لا احنا ما بتصدرش كتير احنا بنستورد لي لان في عوامل اخرى بتشدنا زي الاستهلاك احنا بنستهلك امح كتير جدا احنا عدد السكان عدد كبير جدا واح كسر سعر الصرف قيمة الجني بتأثر حاجات كتير جدا المهم نكمل طب جبنا الار سكوير وعرفنا تفسير ايه طب ما اقدر نجيب تطلع 0.99 بس اخد بالك ان الروت بيطلع لي شرطين نيجاتف وبودتف صح تقول لي لي طبعا لان لما انت تجيب روت مثلا 25 منس او بلاس 5 لي لان بلاس 5 يديك بلاس 25 و نيجاتف 5 تيديك برضو بلاس 25 فعشان كده دايما اي روت يطلع لك اشارطين بودتف ونيجاتف طب تقول لي هم احنا هناخد البودتف ولا النيجاتف عارف هتاخد ايه هتاخد بودتف هنا في المسألة دي تقول لي لي عشان الصين بتاعة البي كانت بودتف شوف كده ارجع للمعادلة في الاول خالص كانت ايه كانت y hat equal 2.8 plus 3.1 اكس طالما الصين بتاعة البي كانت plus يبقى تاخد هنا plus ما تاخد ش minus تقول لي هتفرق فيه طبعا لان plus يبقى انت هتحكم على العلاقة انها direct ما احنا واخدينها في الشابتر اللي فات اللي هو بتاع correlation ولو خدت النيجاتف كنت هتقول على العلاقة inverse طيب الرقم بقى 0.99 ده ايه standard error of estimate او الخطأ المعيالي للتقدير SYX هو الرود بتاع MSSE الارجع للانوفا فاكر الرقم لو انا بشرح الانوفا قلت لك خد بالك من الرقم ده امشي كده عند MSS وانسل لغاية ما تلاقي الايه شوفهم عملوا انترسكت في ايه هتلاقي الرقم اللي تقطع في 0.633 هتلاها الرود تطلع 0.8 يبقى المسألة خلصت اكبر مسألة في المنحك بس لما بتيجي بتيجي مسألة كاملة طيب تعال نشوف واحدة كمان X هو Y X 10 8 5 9 8 3 2 1 3 1 يلا نتمرن ونحفظ بقى مع بعض بص عاوز find the regression equation وبعدين estimate Y when X equal 5 given that 5 1 3 5 1 2 2 الله تقول لي وانت جايب 5 ليه لما انت مش ساعلنا على التست هو انت ما تقدر تعمل استميت من غير ما تعمل تست هو انت ازاي تعمل استميت وانت اصلا ما تعرفش المعادلة سليمة ولا لأ يبقى لازم طالما قلت لك استميت وضع طبيعي انت هتعمل تست قبل الاستميت وبعدين عاوز calculate R square R S Y X coefficient of determination coefficient of correlation standard error of estimate يلا حطينا X وال Y بالطول جبنا X bar summation X over N نحفظ بقى مع بعض 40 divided 5 equal 8 Y bar summation Y over N نجمع Y يطلع 10 10 divided 5 equal 2 هنجيب البيل اول عشان بتستخدم في ايجاد A summation X minus X bar Y minus Y bar divided summation X minus X bar squared انا محتاج اجيب X minus X bar يعني X minus 8 ان انا لسه جايب X bar ب 8 10 minus 8 2 8 minus 8 0 5 minus 8 negative 3 9 minus 8 1 8 minus 8 0 الخانة دي لازم تطلع 0 لان sum mission X minus X bar must be equal 0 نجيب Y Y bar ما احنا جايبين Y bar 2 يبقى Y minus 2 3 minus 2 1 2 0 1 minus 2 negative 1 1 1 minus 2 negative 1 الخانة دي لما تجمع تطلع 0 لان sum mission Y minus Y bar must be equal 0 جبنا جبنا كل واحدة الواحدة تعالوا نضرب هم في بعض طبعا عشان نجيب النمين 2 time 1 2 0 time 0 negative 3 time negative 1 3 1 time 1 1 0 time negative 1 0 تعالوا نجمع هذه الخانة تطلع تكسيب نحطها في النمين تعالوا ننزل تحت نجيب X minus X bar square هنعمل سكويرنج للخانة بتاعة x-x bar 2 square before 0 square by 0 negative 3 square by 9 1 square by 1 0 square by 0 مجموعة هذه الخانة تطلع 14 تعالوا نحطها في الديميوتر يطلع 0.43 جبت البي الأول عشان هستخدمها في إيجاد الA الA equal y bar minus bx bar طب ان الواي بار طلعناها 2 minus البي لسه جاي بينها 0.43 تطلع negative 1.44 نقدر نكتب المعادلة؟ آه طبعا y hat equal negative 1.44 plus 0.43x ودي برضو المعادلة دي مش هقدر أقول عليها حاجة إلا لما نعمل لها تست مش هقدر أعمل لها استميت إلا لما نعمل لها تست وليه بقولها y hat عشان دي estimated y دي هذه المعادلة اللي أنا هقدر من خلالها سوري وعشان أميزها عن y الفعالية اللي أنا مدها لك في المسألة عشان كده بقول عليها y hat hat يعني 8 صغيرة كده فوق ال y hat يعني بورنيطة تعالوا نجيب الخانة بتاعة y minus y bar square خلاص بقى ما احنا تعلمنا عشان احنا هنستخدمها في التست خد بالك تعالوا نعمل y minus y bar يبقى 1 square by 1 0 square by 0 negative 1 square by 1 1 square by 1 negative 1 square by 1 مجموعة هذه الخانة يطلع 4 سيبها دلوقتي هنستخدمها في التست يلا f test ssr some square of regression b square summation x minus x bar square بلي احنا جايبنها 0.43 تعالوا نعمل لها square ونعمل time الخانة مجموعة الخانة بتاعة x minus x bar square by 14 يطلع 2.6 ss t some square of total summation y minus y bar square ما احنا جايبنها فاكر لما قلتلك تعالوا نجيبها في الجدول قبل ما ننتقل يبقى طلعت بفور ss e some square of error أو residual دعالوا نعمل ss t minus ss r نطرح 4 minus 2.6 تطلع 1.4 تعالوا نعمل الانوفا انوفا تيبو الانوفا يعني ايه اختصار analysis of variance تحليل التباية source of variation مصدر التغير r e t r regression e error t total ss sum square طب ما احنا جايبنها كل العمود التاني ده احنا جايبنه قبل ما نخش جوه الجاد 2.6 هي اول خطوة 4 تتحط تحت خالص 1.4 تتحط في النص عند error df degrees of freedom درجات الحرية 1 deconcent ما بتتغيرش اللي تحتها ان minus 2 عندي خمس قيم minus 2 minus 2 deconcent تطلع 3 تعالوا نعمل ss divided df يطلع mss 2.6 divided 1 تطلع 2.6 ما هي لازم تطلع نفس القيمة لان انا بأسم على 1 دائما لان 1 deconcent 1.4 divided 3 تطلع 0.47 لما نقسم اللي فوق على تحت 2.6 divided 0.47 تطلع 5.5 هي دي lfc طب فين lf t lf t اللي هي 1 و 3 1 و 3 دي جبتون منين جبتون من degree of freedom اللي هي 1 و 3 اهي فتح المسألة اهم هم دول اهم هتقول لي ما لانا جبت دي جبن ما انا هتدي لك 1 و 3 وهتديك 1 و 5 1 و 7 2 و 4 اي ارقام جنب الf انت تاخد الرقم التي تناسب المسألة طيب واضح ان الfc 5.5 والft 10.1 اه هنا العكس بقى ده fc طلعت اقل من ft اه يبقى not significant يبقى no prediction يبقى can't be used for يعني المعادلة دي ما طلعتش معنوية ما نقدرش نستخدمها في التنبؤ اصلا الله ده كان فيه سؤال اصلا بيقول لك estimate y و x اكو هقوله لا نستميش يعني معقول احنا بنعمل التست ده كله وسواء طلعت ان fc اكبر او ft هي اللي اكبر يبقى هنعمل estimate يبقى كنا بنعمل test الس ssr او و ss t4 لما نقسم و تطلع 0.65 تعال نفسر 65% of the total variation in y is explained by the variation in x and 35% by the otherwise 35% دي جات من ين من 100% minus 65% يعني عاوز اقول لك ان 65% من التغير في y جاي من x 35% الباقيين جايين من عوامل اخرى انا مش ببحث ها افرد مثلا ده مثلا مصروف الاعلان والمبيعات مصروف الاعلان بيأثر في المبيعات 65% هو بس مصروف الاعلان اللي بيأثر في المبيعات ليه مش فيه عدد منافس بيع مش فيه هي بتأثر كمان ولكن انت بتبحث بx فقط طيب عاوزين الار الار هي الروت بتاع ر سكوير ر سكوير 0.65 عاوزين لها الروت بتطلع 0.81 بالناجتف والبوضيتف برضو طب هناخد ايه هناخد البوضيتف تقول ليه برضو هقول لان الايه هي اللي جات بالناجت لا انا ما بحكم هنا على الاشارة من الايه انا بحكم عليها من البي البي كانت ايه كانت بالبوضيتف عشان كده هاخدها بالبوضيتف برضو يبقى دي علاقة ديركت طب 0.8 or more يبقى strong ما انا بحكم على الصين وبحكم على القيمة ودي خدناها في الشابتر بتاع الكل اللي فات الSYX اللي هي standard error of estimate او الخطأ المعياري للتقدير هي الرود بتاع MSSE روح للجدول بتاع الانوفا شوف MSS ومشي بالطول ومشي بالعرض عند error هتلاقيهم عمل intersect في 0.47 تعال نجيب لها الرود تطلع 0.69 ودي exercise عشان تجرب نفسك دي مسائل الاول ازاي تجيب المعادلة فقط ثم بعد كده دي هنا بقى هتجيب المعادلة وتجيب التست وتعمل estimate وتجيب R square والR والS